السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن موضوع ناس كتير قوي طلبت ان انا اشرحه باستفاده شوية وهو موضوع تصميم وبرمجة الالعاب الالعاب بشكل عام بس هنتكلم بدقيق قوي على الالعاب الموبايل اكتر لان هو دلوقتي تقريبا اكتر حاجة تقريبا بتجيب اربع حيات الالعاب لدرجة ان من المتوقع ان الشركات الالعاب دي تخرج مرة تصنيف شركات الربحية يعني ما يحطهمش اصلا في مقارنة مع اي شركة الشركات الالعاب صراحة بتقسم مبرغ رهيبة اكتر يعني بتعد بالمليارات مش بالماليين خالص فاحنا هنشرح القليع او ايه اللغات اللي انت عايز تدخل فيها المجال التصميم طبعا زي ما احنا عارفين التصميم لاي لعبة او لاي تطبيق زي ما اكترنا في كذا فيديو ان التصميم هو هو التصميم يعني انت بيبقى عندك شكل معين بتصميمه تمام خلونا مثلا وليكن خلونا نفتح عشان نشتغل بشكل عملي خلونا مثلا نفتح ايه game design مثلا انبيهانس انبيهانس زي ما احنا عارفين هو موقع الصور موقع تبع شركة ادوبي اللي بيقى موجود عليه ايه افضل التصميمات و افضل ايه مصمم بيبقى عنده شغل يرفع عليه عشان الناس تشوفه وتتفعل معي وتدرونه من الحوزات وخيافه وخلافه ماشي خلونا وليكن ايه لعبة ايه لعبة مثلا لعبة ايه gold المهم يعني اللعبة بتتصمم كده في الاول بتتصمم كتصميم طبعا بعد اما يتعملها التحليل زي ايه تطبيق زي نفس القلية بيتعمل التحليل فكرة اللعبة وتتحلل مستوياتها بعد كده بتبدأ بقى ترسم شاشات وتصمم اللي انت شايفه قدامك ده بعد كده بتتبرمج تمام بتتبرمج لمنصات اشهر برنامج بيعمل الالعاب هو برنامج unity تمام برنامج اسمه unity نفتحه برده ده البرنامج unity البرنامج ده لما تدخل تشتغل عليه ماشي هو بيشتغل بلغة C++ ماشي و C sharp تقريبا على ما تذكر المهم بتصمم وتبرمج جواه ده بيطلع لك اللعبة بتاعتك تنفع تشتغل على كل المنصات تقريبا ماشي بعكس لو انت عايز تعمل لعبة خاصة لو انت مثلا مش مصمم ألعاب انت مصمم برامج بس عايز تعمل لعبة للايفون فانت لازم تعملها باللغة البرمجية بتاعتها ليه لغة تسوفت او Objective C فلو عايز اندرويد تروح تشتغل يتبرمج بالكوتلين يتبرمج بالجواه بس برمجة الالعاب هو وحش برمجة الالعاب وبما بتخلص اللعبة هتقدر تطلع الملف اللي بيترفع لجوجل والابل براضافة لو بلستيشن مرضو عرف تعمل بيه وحاجة ده كده الناتف بتاعها يعني مش احد اتكلمنا قبل كده ان في لغات كده نسبة برمج حاجات بلغات الويب ماشي؟ بس على رغم من اللي هي بتعمله ده لغات الويب ما بيبقاش ناتيف لأ ده كده في برمجة الالعاب Native Unity هو اهم منصة لتصميم الالعاب على مستوى العالم كله والشركات من اللعبة الكبيرة اللعبة الصغيرة ماشي؟ الشركات كلها حتى قبل كل سنة اللي هو المؤتمر ان بتعمله اللي هي بتعمله بتعمل الجايزة بتاع افضل تصميمه افضل مبرمج عادي بتاخد لعبة معمولة من Unity مفيش مشكلة وبتكرم الشخص ده دي كلها طبعا صور من جواه فانت لو عايز تدرس برمجة الالعاب لكل الاشياء وده يبقى تخصوصك وده طبعا مجرة بحراهيم جدا جدا عليك وعلى دراسة Unity Unity 3D ده كده احنا فرنافرد خلاص يعني ده الشق الاولان من الفيديو بتاعنا نحنا اتكلمنا عشان تعمل لعبة تبرمجها او كده تشتغل على ايه تشتغل على ده طيب حتى هيجي يقول لي طب الحاجات اللي انا باستخدمها دي يعني معلشان انا مش مصمم بس يعني انا ممكن اعمل لعبة مش هباصممها بالشكل ده عايز حاجات استخدمها بشكل بسيط في موقع جميل جدا وتقدر تستخدم من العليل الحاجات كلها فري اسمه فريبك واطبع المسيل لا تلو كتير المهم متأكد ان هو فري عشان لايسنس لايسنس هنا بتكتب مسلا اللي عايز انا عايز تستخدم شخصيك كرتون لو كتبت مثلا كارتون كارتون مثلا او كارتون كارتون كما انا عايز هتلاقوا حاجات ده شخصيات التخوتها وتستخدمها في لعبتك لحاجة كتير لو كتابنا جيمز مثلا جيمز فالموقع ده برضو الموقع ده زي ما بقولكو هو بيسمح لك انك تستخدم الحاجات بتاعنا فري في مشاريعك وكده فقدر تستخدم كل المخلنة ده وتعديل عليها وترفعها ما فيش اي مشكلة تمام نيجي بقى للشقة التاني انا هربح ازاي من الالعاب خلونه برضو هتكلم النقطة اللي دي الاولى الربح من التطبيقات كلها زي الالعاب عندنا اربع طرق للربح تمام اربع طرق للربح الطرق الاولى ان عميد يجي يقولك اعمل اللعبة او تطبيق معين فتعملهله بمقابل مادي دي كده الطرق الاولى الطرق التالة اللي انت يبقى عندك فكرة تمام وتعملها مثلا الفكرة دي خدمية او اللعبة دي وتبقى رهيبة والناس تشتريها بفلوس تحطها على الستور بفلوس ب10 دولار ب20 دولار ب30 دولار زي ما انت عايز ماشي الطرق التالة انك تعمل اللعبة فري تمام وجوها تحط اعلانات جوجل جوجل طبعا عندها افضل منصة اعلانات اللي هو الاد موب الاد موب دي الجديد كانت زمان ادسنس و كده ذوقت عامله خاص بالالعانات اسمه الاد موب ا необходート اولنها لكم هاهو الاد موب ده ده بتحط في اي تطبيق ومصرح بيه من كل الشركات تمام ده بتشارك فيه عاد زي ادسنس وبتحط فيه الاعلانات فيه سطيلات كتر الاعلانات هتنح بتشوفها دي اعلانات اللي بتطلع لما تغد على زرار الفيديوهات اللي بتشتغل اكد بنا انت وقابلتوا لالعاب دي الطرق التالت الطريقة الرابعة ان انت تعمل لعبة اصلا فري تمام بس جواها تبقى عامل مميزات زيادة ماشي الناس تدفع عشان تشتريه يعني مثلا هو انت معك في اليوم عشر محاولات خلصت المحاولات دي فانت عايز تدفع مثلا من اثنين دولار تمام دورة اربع طرق ربحية من الشرعية اللي هي معروفة اصلا عالميا في التطبيقات والالعاب في طريقة بقى في طريقة تانية يعني انت ممكن تعليل لناس جواك يعني ايه يعني انا عملت التطبيق مثلا بيتكلم عن افضل عروض مثلا تمام ولي يكن ليه انا مثلا انا مؤخرا يعني انا عامل لعبة ان شاء الله هتبقى في الاستر قنام هي لعبة خاصة بالزي البراكتس كده طبعا هي لعبة موجود زيها كتير يعني بس تحديد الفكر حلوولت اقلت ان احنا ايه نقربها اكيد هتلاقو ان شاء الله عن استر قنام اسمها ايه اه ا بوكس هول مش عارف انا دخلتها جوا بس ايه عايز اوريكو ايه وان اه هي اللعبة ديت اسمها بوكس هول قريب ان شاء الله اللعبة دي باختصار هتلاقوا فيها اه البراكتس والغلق اللي انت قدر تقليها اللعبة اللي بتعدوا بتجيب اسكور وتشاير وهكذا تمام ايا كان في بقى يعني تطبيقات بتتعمل هقول لكم بقى اللي هو جزء الاخير اللي هو اه دول قلنا الاربع حاجات اللي فقم ربح في حاجة كمان خمسة اللي هي اه اللي هي اه اه ان انا عملت تطبيق خدمي يخدم حاجة معينة تمام اه اه طبعا تطبيقات الخدمية اللي زي اوبرو كده دي دي بتقدم خدمة فنتاخد فلوس عليها دي بتندرك تحت من تتتاقلها اللي هي بتندرك تحت العيار اللي هي بت protagonية اه اللي انت بتقدم خدمة هي في представقيه بس فجزء منا بفلوس دي يندرك تحتها او بمعنى اخص بمعنى اخص بمعنى اخص ممكن نحسبها تبقى 5 ماشي فيه نوع ب junior حيث انت رؤيتك فانت عملت تطبيق فانت عندك مستخدمين كتير فبتعمل منر كده ده مش تبه حد منر اعلاني زي الموقع ما بتعمل كده زي ما انا مثلا على الموقع بتاعنا هنا الموقع بتاعنا ها قولوكو فانت عملت فانفرض انت ده تطبيق الموقع بتاعنا ده المجلة بتاعتنا ده تطبيق تمام اه شايفين انتو انا تحت هنا فيه منارات اعلانية نازم تيجي عندي يعني ده مثلا ده مدفوع نازم تيجي تقول لي حطي لي مثلا تصميم معين لما اضغط عليه في تحت الكرس معي ضغط عليه في تحت الكرس معي فهو مثلا بيدفع اصادي الحاجة دي طبعا ده كرس بتاعنا هنا بقى مثلا فيه مساحة تاني احطتها عشان اوريكو بتقول له مثلا احطت لك هنا اعلان 250 في 250 باللنك يوديك على اي حاجة انت عايزها مثلا طعام العرض مافيش مشكلة وهتدفع له مثلا ممكن في الشهر من دولار 200 دولار 1000 دولار على حسب الحاجة اللي انت تشغل فيها والتسويق بتاعك زي ما المواقع كلها بتعمل ده نفس القليل في التطبع تحط منار كده والناس بتجي ايه تدفع لك فلوس زي الشوارع بالضبط طبعا بيحطوا ليفط اللافتات والناس بتجي تدفع لهم فلوس عشان تحط فلوس على اللافتات احنا عشوفه عندنا نتي كام ست انواع ربح ست انواع ربح من التطبيقات دي اه تطبيقات والالعفاء يعني دول وطبعا احنا عندنا في العالم العرب بالاسف مبرمجين الالعاب دول اه قليلين جدا 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 فوق من تتصور المجال سهل وبسيط يعني هو هو محتاج مجهود بس شوية في الاول بس بعد كده هتلاقي منه ارباح كويسة جدا جدا وارباح مستمرة انا شرحت الست انواع او سبق انواع شرحتهم دول بينطوقوا على التطبيقات والالعاب مع بعض تمام فتقدر تربح من الموضوع ده لو درسته كويس جدا 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 انا يا رب اكون بس عرفت اوضح لكم مختصر الموضوع ده للناس كتير اول بتسألني هكسم التطبيقات ازاي يعني التصميم احنا عارفين عشان تشتغل في التصميم وتكسم منه ولازم العميل يجي ولك عملنا تصميم فتاخد فلوس انما انت دلوقتي ما عندكش يعني افرد العميل ما جايش اعمل ليه بالتصميم خلاص لا مست بقى البرمجيات دي في الامليكيشنز والالعاب ان انت تعرف تجيب اكتر من المصدر رمح ممكن تعمل تطبيقات وحط في كل الحاجات لما انتهت على فكرة ام فلوس وجواء اعلانات وخدمين يعني تحط في حاجات كتير انت بقى وابداعك فيارب يكون الموضوع اعرف تلمه بشكل بسيط انتظرونا في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى